صباح فول على كل حبيبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله هيرجع لنا في حبيبنا بعد غياب طويل جدا بسبب فترة التوقف الدولية ودي تقريبا أطول فترة راحة يحصل عليها الفريق بعد ما رجعنا من الإيقاف بتاع كورونا اللي من أكتر من سنة تقريبا والنهاردة إن شاء الله هيكون قدام الترجة التونسي في زهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا على الملعب حبيبنا ملعب رادس الأولمبي الساعة 6 بالليل إن شاء الله يلا بينا قبل ما نتكلم على فرقتنا تعالوا نبص بصة سريع على فريق الترجة التونسي اللي تأهل لدور النص النهائي بصعوبة بلغة على حساب شبيبة القبائل بعد ما خسر في الجزائر بنتيجة 2-0 ورجع على ملعب رادس الأولمبي عوض الخسارة دي وكسب بنفس النتيجة وبعدين احتكموا الرقلات الترجيح اللي ابتسمت للترجي بعد تقلق حارس مرماهم الكبير جدا ونجح إن هو يصد أكتر من كورة وعلى المستوى المحلي كمان فريق الترجي التونسي قسر آخر 3 مباريات محليا والحقيقة مش بيقدي بأحسن حاجة يعني وكان آخرها الخسارة من النجم الساحلي بهدف دون رد في دور الـ 32 لمسابقة كاس تونس وخرج بدري بدري كده من المسابقة وعايز أقولكم كمان إن فيه شوية مشاكل مالية عند اللاعبين ووصلت إن هم قدموا شكوى للتحاد الكورة التونسي عشان يحلوا المشكلة دي كل ده قبل مبارات الأهلي وبنتمنى إن شاء الله النهاردة إن فرقتنا تكون بقى تستغل كل الظروف الصعبة اللي عند الترجي دي ونحقق فوز مهم على ملعب رادس اللي بالمناسبة حققنا الفوز عليه قبل كده 6 مرات على الملعب الكبير والصعب ده وعايز أقولكم إن هو ما كانش الانتصارات دي قدام الترجي بس لأ دي كانت قدام كل كبار تونس وإن شاء الله نكرر الفوز ده النهاردة ونسهل مهمتنا قبل مبارات الأياب اللي هتكون هنا على ملعبنا إن شاء الله يوم السبت اللي جاي نروح بقى الفريقنا اللي بيدخل مطش النهاردة وهو بيبحث عن تذكارة التأهل للنهاء التاني على التوالي والبحث عن النجمة العشرة عشان نوسع الفارق الكبير جداً بنا وبين أقرب منافسيننا في بطول الدوري أبطال أفريقيا فريقنا بيدخل مطش النهاردة الحمد لله بعد تعافي مجموعة كبيرة جداً من المصابين على رأسهم طبعاً المكافح والمجتهد جداً أفشا اللي من بعد مطش السوبر والإصابة اللي اتعرض لها في الكاحل كان بيقاتل وبيسابق الزمن عشان يكون موجود النهاردة دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي قال إن أفشا سليم من الناحية الطبية ومشاركته من عدمها هترجع لمستر بيتسو موسيماني اللي هيشوف سواء هو هيكون جاهز بدنياً للمباراة ويبدأ من البداية أو يكون بديل وورقة ربحة موجودة على الدكة نفس الكلام بالنسبة لطاهر محمد طاهر هيكون موجود النهاردة إن شاء الله بعد التعافي من الإصابة وكمان علي معلول اللي رجع من الإصابة وسافر مع معسكر منتخب تونس وكان بيشارك مع الفريق ورجع الحمد لله بالسلامة وجاهز للمباراة هو كمان ومعه أليو ديانج ووالتر بواليا العائدين برضو من المشاركات الدولية هغيب بس عننا النهاردة محمد هاني ومحمود متولي لكن إن شاء الله عندنا ثقة في كل اللعيبة اللي موجودة في القايمة إنها يتعود أي غيابات وتكون قد المسئولية وقد الفانيلا اللي لابسينها النهاردة وبيدفع عن اسم النادي الأهلي بحسا عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية قبل ما نختم بقى إن شاء الله عندنا مفاجأة صارة جدا المباراة اللي جاية يوم السبت هتكون هنا على ملعبنا الأهلي والسلام بحضور جماهيري إن شاء الله تقريبا هيكون 10% من ساعة الملعب يعني حوالي 3000 متفرج طب قبل ما نقفل عايزينكم بقى تتوقعوا التشكيل اللي ممكن نلعب بين نهاردة ومعا كمان نتيجة المباراة توقعاتكم لها واللي هيكسب إن شاء الله هنتناقش كده في التعليقات واللي هيكسب بأمر الله هنحاول ها هنحاول مش بنوعد بحاجة أكيد لكن هنحاول إن اللي يكسب ممكن يكون موجود معنا هنا ويحضر مباراة الإياب من مدرجات ملعبنا اللي هتشهد أول نص نهائي بنلعبه بعد تغيير الملعب والحصول على النجمة التاسعة نشوفكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي وحلقة خاصة جدا جدا من يلا يا أهلي هنا من ملعبنا ويلا يا أهلي اشتركوا في القناة